سباق الخيل تتويج الفائزين في السباق بكؤوس ناس المؤسسة حيث قام برينس كروب مدير التوظيف بالشركة بتقديم كأس ناس للشوط الأول إلى المالك الفائز صلاح عبداللطيف ثم قدم مدير عام شركة الخليج للتنظيف ستيف ويليامز كأس الشوط الثاني إلى المالك الفائز كوميل الملاح فيما قدم عضو مجلس إدارة ناس المؤسسة فوزي عبدالله ناس كأس الشوط الثالث إلى المذمر الفائز عبدالله كويتي ثم قدم الدكتور شام مدير عام شركة بلودان للوازم البيطرة كأس الشوط الرابع إلى المالك الفائز محمود عيسى وقدم البروفيسور غسان عواد رئيس جامعة العلوم التطبيقية كأس الشوط الخامس إلى سمو الشيخ عيسى بن عبدالله بن عيسى الخليفة فيما قدم سمير عبدالله ناس رئيس مجلس إدارة ناس المجموعة كأس المرحوم الوجيه عبدالله أحمد ناس للشوط السادس إلى المضمر الفائز فوزي ناس كما قدم سمير ناس كأس ناس للمؤسس للشوط السابع إلى سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة